كرنفال يبدأ قريب كرنفال يبدأ في يناير فبراير تقريبا في كل سنة كرنفال برازيل هذا المعروف كرنفال برازيل هو فهذا تسوون فيها في كرنفال برازيل أنت مسموح لك تشاركهم في الكرنفال تشاركهم بإيش هذا شيء يراجع لك فهي حديق هاتنا حديق يكتبون على ما يقولون خلنا نقوله بطريقة شعبية نستأذم من بلدية المدينة ونقدم لهم مخترح جميل لأن المهرجان عندهم والاحتفال وهذه يعني كجزء من مشاركة بل حكس هم رحبين هم رحبين أنك تشارك مرحبا تعال شارك لأنه كرنفال عالمي فكل الشركات الأجنبية وكل أساسات الحكومية اللي هناك تشارك في الكرنفال فحنا نبي شارك يا أخي نحن نبي نحضر يا أخي أنا مرة في ريدو جانيرو وممكن أطلع الموبة أتسوق لقيت بازار بسيط في وسط مدينة ريدو جانيرو في وسط مول شهير جدا البازار لعدة دول موجودة في المنطقة كريب عندنا ما هي في أمريكا اللاتينو والجنوبية لا الأكل والفن والثقافة واللبس وين دولتنا وين وجودنا عندنا وش كمية الدول الأخرى المشاركة يعني تقبل ست دول لكنها كلها من أمريكا كلها من آسيا الوسطى ومن أوروبا الشرقية كلها كريب هنا يعني إيش اللي يمنعنا ما يشارك إيش اللي يمنعنا ما نصدر هويتنا ونصدر ثقافتنا ونصدر جزء من المجتمعات هذه تعرفون عليها أنا أذكر فيه كتاب لدكتور السعود كاتب وكيلوزارة الخارجية سابق مصيب الخير هو أحد الناس اللي باركنا وساعدنا في مبادرة المكان في الخارجية وله كتاب جميع عن القوة النائمة الدبلوماسية الشعبية الدبلوماسية الثقافية كيف أمريكا استخدمت هولوود كدبلوماسية ثقافية وصدرت العالم من مصادر القوة الثقاء القوة ناعمة والدبلوماسية الثقافية عندنا كثير يعني أعطيك هذا سبيل المثال الجمل اللي قدام بيت إلتن أيضا نشوفه بعد شوي يعني هذه حاجات كثيرة جدا أنه ما يحتاج أن نشارك بشكل مؤسسي أو مؤسسي لا نشارك بشعبية بسيطة يتقبلونها العوائل يتقبلونها الناس ونكون مع الناس رسائل اللي وجهها ثباب السبيعي موجهة لنا حنا في الداخل ولا توجهها أيضا للآخرين في الخارج أخو ياسر أنا لما يعني ممكن المتابع لنا في رحلاتنا في نص رحلاتنا يعني في نص موسم يعني أنا من نزمات تقريبا سبع سنوات أول سنتين كنت نركز سياحي بحت بعدها لا صرت أنا أول ما وصلت دولة ألقى دولتي قدامي ألقى السعودية موجودة قدام السعودية على شكل حديقة موجودة السعودية على شكل ثلاثين ألف دولار أعطاه الملك فهد بائع متجول في البرازيل انتشرت ستين مسجد في البرازيل قصة الشيخ الليبناني الشهيرة ألقى السعودية على شكل مركز الملك فهد ثقافي في الأرجنتين من الصروح الثقافية العالمية اللي حكومة الأرجنتينية استأجرته مستأجرته طلبت الإدم من مركز الملك فهد الثقافي وسوت تطعيمات قبل شهرين مركز الملك سلماني غاثها وزعت تمور كثيرة في هندورس و نكراكو هذه دولتي قدامي فأنا لما أروح ناك أول شيء الناس عندنا في السعودية هنا تعرف أنه أنه دولتنا على جميع العصيدة سواء حكام الله يطوروا العمارهم ويرحم الميت منهم أو حتى العمل المؤسس وعمل الوزارات أنه فيه فيه إنسانية مساجد المراكز الإسلامية المدارس الإغاثة حتى لغير المسلمين الإغاثة مركز الملك سلمان الإغاثة الإغاثة المنهوف بدون أي دوافع السعودية موجودة قدامي فأنا رسالتين الرسالة الأولى أنه الناس هنا تعرف أنه وأكثر رسالة تجيني أنه والله ما كنا ما نعرف ما نعرف أن السعودية موجودة هنا وفي نفس الوقت يكون معنا شيء حاضر من السعودية العائلة أسكن عندها يعني نتشارك بعض الأفكار نعطيهم تمر نعطيهم دلة يعني شيء من هويتنا يتعرفون على أمورنا على ثقافتنا فهي نوعي نوع أنه نصدر ثقافتنا له ونوع في نفس الوقت لمجتمعنا هنا ترى مجتمعنا السعودي وفي نفس الوقت مجتمع عربي لأنني أنا من الناس اللي مليت من كلمة أمدح السعودية السعوديين نحن اللي بنانا البلد هذا أبوي و أبوك و جدي و جدي كنا بنانا ما أحد يفتح جاب شراءنا البلد هذا و أعطانهم مفتاح و قالوا سكنوا فيه نحن اللي بنانا نحن نعرف فلا تمدح يعني إنه جزء من المجتمع هذا اللي بنانا و إليه إلى يوم هذا فلا تمدح لي ولا أمدحني نحن لازم نركز على الشيء هذا برا في الخارج هذا جميل